السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله مع بعض هنعمل الكوبكيك صحي مناسب للضايت بالشوفان. وهنعمل كمان الكريمة بتات الشوكولاتة اللي بتتحط عليه بتعمل تعملي وردات عليه كمان. وهتبقى ان شاء الله برضو ضايت. وصحية. زي ما احنا شايفين الكوبكيك هاش جدا رغم ان انا ما حطتش بيكنج بودر لكن ينفع تحطي برضو بس انا ما حطتش. استخدمت اربع بدات فصل طوم زي ما احنا شايفين. الصفار لوحده والبياض لوحده. حطيت على الصفار نصف كبات لبن ومعلقة كبيرة من الخل. وحطيت تلات معالق كبار. ممكن تحطي سكر ضايت باقة او تحطي عسل نحل او دبس طمر يعني التحلية اللي تختروها يعني تلات تحليات دول هينفعوا تلات انواع سواء دبس طمر او سكر ضايت او عسل نحل. هنحط كمان معلقتين كبار من الكاكاو. وطبعا الكوبكيك ده يعني هو بيطلع كده هش جدا مش محتاجين ان احنا نحط له لا زيت ولا زبدة ولا سمنة. وكمان انا ما استخدمتش فيه بيكنج بودر عاوزة تضيه في بيكنج بودر اوكي حطي. لكن هو يعني ما شاء الله آآ نفخ لوحد. وحطت فانيليا واستخدمت كباية من الشوفان المطحون. يعني كان عندي شوفان طحمته وخدت منه كباية بعد ما الطحم. دي كده السفار مع الشوفان مع بقية المكونات اللي انا قلتها في بولة. والبولة التانية حطينا فيها بياض البيض هنحط عليها زرة ملح. نراعي جدا ان الطبق اللي نحط فيه البياض البيض يكون ناشف تماما مفوش ولا نقطة مية. ونحط زرة ملح ونقعد نخفق حوالي عشر دقايق لحد ما هنشوف القوام اللي انا عاوزها هيبقى عامل ازاي. اهم حاجة ان يكون البولة والسلك بتاع المضرب مفهوم شو مية خالص وما فيش ولا نقطة سفار جات في البيض ده علشان تحصلي على قوام اللي هو زي المارينج بالزبط. بصوا انا عايزة اللي هو بيعمل في الاخر المنقار ده. لو عملتي الطريقة دي مش هتحتاجي تحطي للكاب كيك. برضو الطريقة اللي انا عاملاها دي تنفعني هي تعمل بها كيك يعني. مش شرط تتعمل كاب كيك بس. ممكن نعمل بها كيك. ده الخليط هضيفه شوية بشوية على البيض وهبتدي اقلب في اتجاه واحد علشان. ويكون بالراحة التقليب عشان ما طيارش الهواء اللي دخلته جوه البيض. يعني نقلب بالراحة جدا. وشوية بشوي. وفي اتجاه واحد. لاني زي ما قلتلكو انا مش هضيف بيكم بودر وهعتمد بس على الهواء اللي انا دخلته جوه البيض. فااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اذا اضيفي بيكم بودر ديفي في الاخر خالص معلقة صغيرة. في الاخر. ده كده الخليط كله هبتدي بقى انزله في الورق بتاع الكوبكيك. مش هامليه طبعا على الاخر. الكمية دي هتطلع لي ستة وعشرين. لأ سوري الكمية دي هتطلع لي اه اربعتاشر واحدة كبير. علشان هم عملوا الايلب ده وعملت اتنين كمان في الاخر. ده بقى بعد ما طلع اهو من الفرن. يعني خال حوالي تلت ساعة. ويعني صوته هش جدا يعني بيعمل صوت كده هشاشة. وطاري جدا ما شاء الله. دول الاثنين الاخرانيين. بعد ما سويت الاثنشر الاولين دول الاثنين الاخرانيين. ده شكلوه. بعدين هعمل بقى الصوص اللي هعمل به روزتات. اه الصوص اللي عامل بيروزتات. او عايزينو اه نزل لكم الفيديو بتاعه بكرة ان شاء الله اه 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 اولولي في الكومنتات. طبعا ده الصوص برضو مناسب للضايات. بصوا. اه طبعا هم حطوا بالخلوش شكالاتة خالص. تعمل لزيز جدا.路 عايزين الطريقة والفيديو بتاعه ينزل بكرة ان شاء الله. آآ قلوا لي في في الكومنتات شايفين توحفة ازاي كمان ضايت انا عمليه بالكاكاو بس مش حتى شوكولاتة خالص ولا لبن ولا كريمة ولا اي حاجة. اتمنى الفيديو ينول رضاكم وتجربوا كوب كيك الشوفان على طريقتي ويعجبكم ان شاء الله لو عايزين تضيفوا بكم بودر ضيفوا بس المعلقة صويرة بس للكمية دي واكتب لكم دلوقتي المقدير فهتظهر في قدامكم في اخر الفيديو عايزة بقى لايك للفيديو لو لسه مشتركتش بقناتي ياريت تشتركي وتفعالي اول جرز علشان يوصل لكم ان شاء الله كل يوم فيديو جديد. ولايك بقى علشان الناس تشوفوا وانا هنا زوقت بسبرينكل كده عشان ولاد يعني بيحبوه. فحاجات بسيطة كده حطت لهم بقى يعني بيحبوه جدا الحاجات دي. بسيط خالص يعني مش كتير. الحمد لله عجب الاولاد جدا. وان شاء الله تعملوه يعجب اولادكو. زي ما قلتلكو اه مش شرط تعملوه على شكل كوب كيك ممكن يتعمل في صواني كيك عادي جدا. ويبقى جميل برضو وتزوقوه زي ما انا زوقتو كده. لو عاوزين بقى الكريمة اللي فوق بتاعت الشوكلت دي. اللي منيور شوكولاتة للضايت قلوه لي في الكومنتات عشان انزل لكم الفيديو ان شاء الله بكرة. وده كان فيديو النهاردة اتمنى ايجبكو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودلوقتي المكونات اعتذر قدامكو على الشيش. شكرا. 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 شكرا.